وإحنا استعرضنا الموضوع كله من البداية للنهاية شفنا كم العشوائية وكم مخالفة اللواح في هذا الأمر ونادينا هنا وقلنا كتير إن بطولة 99 كان يستوجب استكمال هذه البطولة وإيقاف اللاعبين الموقوفين النهاردة اللعبة اللي توقفت في بطولة الشباب عندك بطولة أو مباراة فاصلة لازم تلعب لازم اللعبة دي تتوقف في هذه المباراة وبعدها يتم إيقافهم في المرحلة الأعلى هي الدوري الممتاز بعد ما يتم إيقافهم في كامل المباراة بعد كده حق لهم اللاعب مع الفريق الأول لكن النهاردة اتحاد الكرة خالف كل الكلام ده وسمح لهم باللعب وهذا مخالف للقوانين واللواح هنشوف الفترة الجاية اتحاد الكرة إزاي هيخرج بقى من الورطة اللي هو ورط نفسه فيها بالجواب اللي بعته النادي الزمالك بالبطولة التي لم يتم استكمالها بالمباراة اللي تم تأجيلها أكثر من مرة بدون داعي أسباب هنشوف الفترة الجاية اتحاد الكرة هيرد على هذا الأمر إزاي